ننتقل الآن إلى الفقرة الخامسة من هذه الوحدة وهي فقرة همة جدا بعنوان الفجوة الانكماشية والفجوة التضخمية في البداية بقول الفجوة الانكماشية بقول هذه الفجوة بتحدث عندما يكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي وعند هذه الحالة يتوازن الدخل القومي عنده مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل والوضع دوة أو هذه الفجوة بتستدعي أن نزود الطلب الكلي عشان نقضي على هذه الفجوة يبقى الفجوة الانكماشية بتحصل لما يكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي وبالتالي عشان أقضي على هذه الفجوة لابد فيها يعني السياسة اللي أنا هستخدمها أو السياسات اللي أنا هستعملها هتبقى سياسات توسعية بتؤدي إلى زيادة الطلب الكلي من أجل القضاء على هذه الفجوة الفجوة الثانية اللي هي الفجوة التضخمية تحدث هذه الفجوة عندما يكون الطلب الكلي على السلع والخدمات هو الأكبر من العرض الكلي يعني هنا الطلب أكبر من العرض لكن في الفجوة الانكيمياشية كان الطلب الكلي أقل من العرض فالفجوتين الألية التي تغير فيها العرض وطلب عكس بعضهما البعض فالفجوة التضخمية بتحصل عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي وبيتوازن الدخل القومي في ظل هذه الفجوة عند مستوى أكبر من مستوى التشغيل الكامل وهو ما يستدعي نقص الطلب الكلي عشان أقضي على هذه الفجوة يبقى باختصار شديد بقول الفجوة الانكيمياشية بتحصل لما يكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي وعشان أخلص من هذه الفجوة لابد من زيادة الطلب الكلي يعني انتقال منحنة الطلب الكلي إلى أعلى طيب الفجوة التدخمية بتحصل إمتى؟ بتحصل عندما يكون الطلب الكلي هو الأكبر من العرض الكلي وعند هذه الحالة بيتوزن الدخل القومي عند مستوى عالي جدا أو مستوى أكبر من التشغيل الكامل وعشان أخلص من الفجوة التدخمية دي لازم أنزل أو أنقص الطلب الكلي يعني المنحنة هينزل إلى أسف طيب إحنا عايزين دلوقتي مثال عملي يبين لنا الفجوة الانكماشية والفجوة التدخمية هو هنشوف في الكلام دوه في المثال الآتي بنقول الفقرة الستة بتاعتنا هي عبارة عن مثال هيوضح لنا الفجوة الانكماشية والفجوة التدخمية وعن كيفية معالجاتهما المثال بتاعنا بيقول في اقتصاد مكاوم من أربع قطاعات وجد أن مكونات الانفاق تتحدد كما يالي دلت الاستهلاك قدام نهيات اللي هي سي بتساوي 200 طبعاً المتين دي اللي هي الاي زائد 8 من 10 وي 8 من 10 دي اللي هي البي اللي هي الميل حد الاستهلاك والوي اللي هو الدخل هي بدي دلت الاستهلاك بتاعتنا دي أول حاجة أعطاهنا في المثال معطيات المعطى الثاني قالك الاساسمار ثابت عند الميت مليون دولار والانفاق الحكومي ثابت عند الميتين مليون دولار يبقى الـ I0 100 مليون والـ G0 200 مليون طيب ايه المعطيات اللي بعد كده؟ المعطيات اللي بعد كده قالك الواردات اللي هي الـ M 200 مليون دولار والصادرات 1950 مليون دولار طيب ايه المطلوب مني بالزبط في المثال دوت؟ المطلوب واحد تحديد مستوى الدخل التوازني لهذا الاقتصاد موضحا وضع التوازن بيانين يعني نعمل رياضيا ونشوف المعادلة الرياضية احنا عملناها قبل كده وأثبتناها ونشوف القيمة بالزبط الدخل التوازني بقى كام وبعد كده نوضح الكلام ده بيانين ده المطلوب الأولين المطلوب الثاني عايز منك بقولك إذا كان مستوى التشغيل الكامل لهذا الاقتصاد يتحدد عند الـ 2500 مليون دولار إذا كان هو ده مستوى التشغيل الكامل التوزف الكامل 2500 مليون دولار هل توجد فجوة انكماشية أم تدخمية؟ طب أنا أعرف إزاي إن فيه فجوة تدخمية ولا انكماشية إلا لم أحسب مستوى الدخل التوازني فعلا الترتيب المنطقي للأشياء المطلوبة يعني متسلسلة بشكل جاي فبنقول دلوقتي إن أنا عشان أعرف إذا كان فيه تدخم ولا فيه انكماش لازم أعرف الدخل التوازني للاقتصاد في البداية واشوف وقارن واعرف وحدد ما إذا كانت هناك فجوة انكماشية أو تدخمية وبعدين بيقول لك حدد قيمة تنزيل فجوة وبعدين بيقول لك كيف يمكن علاجها أي ما هي أدوات السياسة المالية والنقضية المتابعة في ذلك جيم يقول لك إذا كان مستوى التشغيل الكامل لهذا الاقتصاد يتحدد عند 1850 مليون دولار ففي هذه الحالة هل يعاني الاقتصاد من انكماش أم تدخم وما قيمة هذا تلك الفجوة وكيف يمكن معالجات تعالوا نشوف الحل وإزاي هنوصل للنتيجة النقطة الأولى في الحل اللي هي تحديد مستوى الدخل التوازني بنقول دلوقتي حيث أنه من دلة الاستهلاك عندنا نحن دلة الاستهلاك لسه شايفينها دلة الاستهلاك عندنا هي الـ C بتساوي 200 زي 8 من 10 و يبقى الايه بتاعتي بتساوي كام بتساوي 200 طيب كلام كويس فبنقول دلوقتي حيث أن الايه بتساوي 200 و من المعطيات الـ I0 اللي هو الاستهلاك بيساوي 100 و الانفاق الحكومي من المعطيات برضو بيساوي 200 و الـ M اللي هي الواردات من المعطيات برضو 2000 والصادرات الـ X بتساوي 1950 يبقى دلوقتي هتطبق على طول في القعدة بتاعتنا اللي هي بتاعت الدخل التوازني فبقول فيها أن الـ Y بتاع الدخل التوازني بيساوي الـ A زائد الـ I0 القعدة دي احنا عارفناه كتير قبل كده الـ A زائد الـ I0 زائد الـ G0 زائد الـ X ناصل M0 كل ده على واحد ناصل B اللي هو المعطيات لحد الاستهلاك كلام سهل وكلام بسيط الـ A عندنا هي هي المتين والـ I0 هي المية والـ G0 اللي هي المتين والـ M طبعا اللي هي الـ 2000 وعندنا الـ X طبعا 1950 طيب ومال الـ B هنجيبها منين هنجيبها من المية لحد الاستهلاك اللي هو موجود أصلا في دلة الاستهلاك لما قلنا أن الـ C بيساوي المتين المتين زائد 8 من 10 وي طبعا بيبقى المية لحد الاستهلاك بيساوي 8 من 10 طيب تعالوا يلا نكمل بقية الحل بتاعنا يبقى الكلام ده بيساوي ايه اهو 200 زائد 100 زائد 200 زائد 100 زائد 1950 ناقص 2000 الكلام ده كله على 1 ناقص بيتا الـ 1 ناقص بيتا والـ B اللي هي المية لحد الاستهلاك في التمريل عندنا 8 من 10 يعني النتيجة في النهاية بالأقل الحزبة هتطلع لنا الـ Y بيساوي 450 على 12 على اعتبر ان 1 ناقص 18 على 12 طبعا يبقى الكلام ده بيساوي في النهاية خالص 2250 مليون دولار وهذا يموسل مستوى الدخل الايه التوازني طيب كلام جيد دلوقتي احنا وصلنا للدخل التوازني ايه احنا كده خلصنا المطلوب الاولان هو كان عايز مننا ايه في المطلوب الاول هو كان عايز مننا مستوى الدخل التوازني الان عايز مننا حاجة تانية اللي هي ايه تمثيل مستوى الدخل التوازني في الشكل البيان او بيانية عايزين دلوقتي نعمل تمثيل بياني لمستوى الدخل التوازني حاجة بسيطة للغاية بصوا معايا كده نكمل الرسمة عشان يبقى الكلام واضح بنقول دلوقتي في هذه الرسمة بنقول يتحدد وضع التوازن يتحدد وضع التوازن للدخل القومي عند النقطة التي يلتقي فيها منحنى العرض اللي هو منحنى العرض الكلي اللي هو الدخل مع منحنى الطلب الكلي اللي هو الانفاق الكلي اللي هو على السي وزايد الاي زايد الجي زايد الاكس ناقص الام زايد الاكس ناقص الام هذا هو الطلب الكل الطلب الكل بيلتقي مع العرض الكلي في نقطة معينة وهي نقطة التوازن بيتحدد عندها مستوى الدخل التوازني عند الـ 2250 يبقى دلوقتي كيف يتم تحديد مستوى الدخل للتوازن عند النقطة التي التقى فيها منحنة الطلب الكلي اللي هو الفاق الكلي مع منحنة العرض الكلي اللي هو خاط الدخل في النقطة اي من النقطة اي نسكة عمود على المحور افكي يتحدد وضع التوازن للدخل القومي لهذه الدولة عند الـ 2250 مليون دولار وكلام سهل وكلام واضح ما فيش في اي مشكلة طيب بقية الرسمة بتعبر عن ايه بقية الرسمة بتعبر عن وجود فجوة لكن احنا مش عايزين نستعجل الكلام ونقول هي فجوة ايه بالضبط ولكن ده هنتعرض له في المطلوب اللي بعد كده المطلوب اللي بعد كده بيقولك تحديد نوع الفجوة الاقتصادية اذا كان مستوى التشغيل الكامل لهذا الاقتصاد يتحدد عند الـ 2500 مليون دولار طيب بالله عايزين نشوف الكصة دي بنقول دلوقتي افرض اذا كان يعني مستوى تشغيل كامل للدولة بيحصل عند 2500 مليون دولار يبقى هندلوقتي نرجع للشكل بتاعنا عشان نشوف الفجوة اللي عندنا دي هتبقى فجوة انكماشية ولا فجوة تضخمية هو بيقولك دلوقتي حدد نوع الفجوة لما يكون مستوى التشغيل الكامل عند الـ 2500 مليون دولار لاحظوا ان احنا رجعنا للرسمة تاني هو عشان احل المطلوب الثاني من الاشياء المطلوبة في هذا المثال او من هذا التمرير بيقولك اذا كان مستوى تشغيل الكامل توزف الكامل 2500 مليون دولار يبقى انا عندي فجوة تضخمية ولا عندي فجوة انكماشية هتقولي هو والله مش هو اللي حصل ان دلوقتي الدخل التوازني توازن عند الـ 2500 مليون دولار يبقى دلوقتي انا عشان اوصل لمستوى التشغيل الكامل اعمل ايه تقولي والله عشان اوصل لمستوى التشغيل الكامل لازم دلوقتي ارفع الطلب الكل يعني عشان ترفع طلب الكل يبقى انت الاقتصاد بتاعك ده بيعاني من انكماش ولا بيعاني من تضخم والله يبقى في الحالة ديت الاقتصاد بتاعك بيعاني من انكماش ليه لان انت توازنت عند مستوى اقل من مستوى التشغيل الكامل يبقى ماذا تحدث الفجوة الانكماشية وكيف احدد الفجوة الانكماشية او كيف احدد الفجوة الانكماشية ولا تضخمية لو توازن الدخل القومي لو توازن الدخل القومي عند مستوى اقل إذا ما إحنا شايفين كده عند 2,250 مثلاً هو أقل من مستوى التشغيل الكامل يبقى لو توازلت دخل القومي عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل يبقى في الحالة دي بقول إن أنا عندي فاجوة انكماشية طبع عشان أخلص من الفاجوة الانكماشية دي أعمل إيه؟ كل الحكاية إنه لازم الطلب الكلي اللي هو الإنفاق الكلي ده اللي هو C زائد I زائد G زائد X ناصر M هذا الطلب الكلي اللي هو الإنفاق الكلي لازم أزوده طب أزوده يعني إيه؟ يعني لابد من ارتفاع منحنة الطلب الكلي من الوضع اللي أنا لسه مكلم عنه ده إلى الوضع الجديد اللي هو الأخضر المتقطع اللي فوده يعني ينتقل منحنة الطلب الكلي من C زائد I زائد G زائد X ناصر M إلى الوضع الجديد C زائد I زائد G زائد X ناصر M واحد وبالتالي ينتقل وضع توازن الجديد عند النقطة التي يلتقى فيها خط الطلب الجديد خط الطلب الكلي الجديد اللي هو الأخضر المتقطع مع منحنة العرض الكلي عند النقطة E واحد وبالتالي ينتقل مستوى الدخل التوازني من الوضع الأول اللي هو 2250 اللي هو قبل تغير الطلب إلى الوضع الجديد اللي هو عنده مستوى التشغيل الكامل وبالتالي أنا قضيت على الفجوة الانكماشية بزيادة الطلب الكلي وانتقاله من الوضع الأسفل إلى الوضع الأعلى الجديد اللي هو الأخضر المتقاط يبقى باختصار شديد بنقول تاني يتحدد وضع التوازن الدخل القومي يتحدد وضع التوازن بشكل أساسي عند النقطة التي يلتقي فيها منحنة طلب منحنة طلب اللي تحت دوت مع منحنة العرض منحنة طلب مع منحنة العرض طيب في النقطة يتحدد مستوى التشغيل عند الـ 12050 طيب ولكن هو أل في التمرين افرض دلوقتي البلد عندها أو يبي yeah ويتحدد مستوى تشغيل الكامل في هذه الدولة عند الـ 2500 مليون دولار اللي والله يبقى أنا دلوقتي مستوى الدخل التوازني حاصل عند مستوى أقال من التشغيل الكامل يبقى البلد دي بتعاني من فاجوة إن كماشية طبع عشان أخلص من الفاجوة الإن كماشية لابد أن أزود من الطلب الكلي أي انتقال منحنة طلب الكلي من الوضع الأسفل المتصل إلى الوضع الأعلى المتقطع طب فيه نقطة التوازن جديدة؟ تقولي نقطة التوازن عند النقطة التي يلتقي فيها منحنة طلب الجديد منحنة طلب الجديد مع منحنة العرض الموجود اللي هو خط الـ 45 اللي هو الخط الداخل القوم يبقى عند النقطة التي يلتقي فيها العرض اللي هو الأحمر الداكن خطة 45 مع الأخضر الجديد اللي هو منحنة طلب الجديد يبقى عند النقطة E يتحدد نقطة التوازن الجديد عند النقطة E1 من النقطة E1 نسكة عمود يتحدد مستوى الدخل التوازني الجديد اللي هو عنده بيتم القضاء على الفجوة الانكماشية طب لو أنا حبيت أحدد قدر الفجوة الانكماشية أحددها إزاي تقولي الفرق ما بين 2500 ناقص 2250 2500 ناقص 2250 وتقريبا بتبقى هذه الفجوة بتساوي 250 مليون دولار كيفية علاج الفجوة الانكماشية دلوقتي أنا بقول عشان أعالج الفجوة الانكماشية إذا ما تحدثت على الرسم لازم منحنة طلب الكل يطلع لأعلى طيب إزاي أطلع منحنة طلب الكل إلى أعلى قالك لكي أو لعلاج الفجوة الانكماشية لابد من اتباع سياسة نقضية وسياسة مالية توسعية توسعية عشان أزود الطلب الكل طيب السياسة النقدية إيه؟ إيه هي السياسة النقدية؟ السياسة النقدية دي هي السياسة التي يضحها البنك المركزي ويشرف على تنفيذها بهدف معالجة أوضاع الرقود وتدخم الاقتصادي وتتكون هذه السياسة النقدية من ثلاثة سياسات اللي هي سعر الفيدة نسبة لإحتياط النقد القانوني سياسة السوق المفتوح طيب ما هي الأدوات والأليات المتبعة في السياسة النقدية لعلاج الفجوة الانكماشية؟ عشان دلوقتي قبل ما أتكلم عن أدوات السياسة النقدية أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي إحنا في حالة انكماش وطالما إحنا في حالة انكماش يبقى أنا البنك المركزي البنك المركزي عايز يعمل انفراج أو عايز يعمل توسع في البلد طب يعمل توسع في البلد إزاي؟ يعمل توسع في البلد بأنه هو يزود عرض نقود في المجتمع طب إزاي يزود عرض نقود الموجودة في البلد؟ يزودها من خلال اتباع سياسة مالية توسعية من خلال زيادة قدرة من خلال اتباع سياسات وأدوات من خلال هذه السياسات والأدوات يزيد من قدرة البنوكة التجارية والجهاز المصرفي بشكل عام على منح الاعتمان ومنح القروض طب ما هي هذه الأدوات والسياسات التي تساعد البنك المركزي في تنفيذ خطته اللي هو من خلالها هيزود عرض النقود أول حاجة أن يخفض سعر الفايدة يخفض سعر الفايدة تاني حاجة يخفض نسبة الاحتياطي النقد القانوني تالت حاجة أن يدخل البنك المركزي مشتريا للسندات الحكومية في سوق الأوراق المالية طبعا كل هذه السياسات سوف تؤدي لزيادة عرض النقود زي ما أنا حكيت يبقى هو الهدف أن هو يزود عرض النقود طب يزود عرض النقود ليه؟ عشان يعمل انفراج عشان يعمل توسع طيب هو قصة دي كلها ليه؟ عشان يزود الطلب عشان نقضي على الفجوة الإنكماشية ما احنا قلنا علاج الفجوة الإنكماشية ببساطة شديدة أن ينتقل منحنة الطلب إلى أعلى طيب إزاي هيزود الطلب؟ لابد من زيادة عرض النقود طيب إزاي يزود عرض النقود؟ من خلال أدوات السياسة النقضية اللي أنا اتكلمت عنه الكلام ده كله لو هيتبع السياسة النقضية طيب يفرض دلوقتي هو هيتبع سياسة مالية طيب ما هي السياسة المالية؟ هي السياسة التي تضاح أوزارة المالية وتشرف على تنفذها عشان تعالج أوضاع ركود أو تضخم الاقتصادي والسياسة المالية بتتكون من عيدة أدوات أول حاجة الضريبة إن هي تتحكم في معدل الضريبة أو الانفاق الحكومي أو الاتنين مع بعض تستخدم الأدتين مع بعض طيب ما هي أدوات السياسة المالية عشان تعالج الدولة الفجوة الإنكماشية؟ أول حاجة أنا هتخفض معدل الضريبة تخفض معدل الضريبة عشان طبعا تخفيض معدل الضريبة دوت هيزيد بين الاستهلاك ومنزم الطلب الكل أو الحاجة الثانية إن هي تزود الإنفاق الحكومي مما يسبب زيادة مباشرة وسريعة في الطلب الكلي أو نهية التابع السياسة طبعاً اللي بيحصل دوت ولو الحكومة عملت الكلام اللي احنا بنحق عنه ده خفضت الضرائب وزودت الإنفاق الحكومي إيه النتيجة الطبيعية لذلك؟ النتيجة الطبيعية لذلك هي زيادة الطلب الكلي وبرضو نفس نتيجة اللي احنا وصلنا لها من خلال السياسة النقدية هي برضو نفس نتيجة هنوصل لها من خلال أدوات السياسة المالية أي هينتقل منحنى الطلب الكل من الوضع الأسفل إلى الوضع الجديد الأعلى وبالتالي ينتقل الوضع التوازن من النقطة E إلى نقطة E1 ومنسم القضاء على الفجوة الإنكماشي